حضرتك يعني في النقابة ووسط الأحداث الساخنة عندكوا دايماً أحداث ساخنة يعني الله دايماً ما فيش أيام بتعدي كده بسلاسة جير ما يبقى أحداث ساخنة فيه سخونة في المواضيع دايماً في نقابة الموسيقيين أو المهنة الموسيقية آخر حاجة أو آخر موضوع كبير حصل كان استقالة الفنان هاني شاكر أقدر أعرف من وجهة نظرك الظلم أو هو ظلم نفسه يعني قراره كان يستنى عليه شوية ولا خده في الوقت الصحيح لا أنا أعتقد أنه خده في الوقت الصحيح لأن بجد الأستاذ هاني طبعاً قيمة كبيرة جداً وقيمة فنية كبيرة جداً وقيمة إنسانية كبيرة جداً أنا استوقفني كان مرة الأستاذ هاني عمل مدخلة مع الأستاذة لميس الحديدي فقالت له هل استقالتك بسبب المؤتمر الأخير ولا حاجات تانية قال لها لأ دي تراكمات تراكمات كتير قوي ودي القشة التي قسمت ظهر البعيد فلا طبعاً في حاجات كتير جداً حصلت يمكن ناس كتير ما تعرفش تفاصيلها الكواليس بتاعتها إنما لأ طبعاً في الأستاذ هاني يعني الناس أو بمعنى أصح يعني في شخص أو شخصين كانوا عاملين حاجات مشاكل كتير جداً جداً مع ناس كتير جداً جداً وكان دايماً تتصدر للأستاذ هاني لأن النقيب هو المسؤول والراعي الأول للنقابة مضبوط فطبعاً كان بيحصل حاجات كتير قوي قوي قد يعلمها الأستاذ هاني وقد لا يعلمها ولكن في الآخر بتعمل أزمات فالأزمات بتتصدر لمين؟ بتتصدر للنقيب في الصورة أو في المشهد صار في النظر من النقيب بس بتتصدر للنقيب صحيح فأعتقد إنه في الآخر زهق يعني يعني ف قد تخيره من اللي شافه الحقيقة لأنه دايماً الموضوعات ساخنة وفيها مشاكل وفيها قصص كتير آآآ بالزبط حضرتك مع المؤتمر الأخير اللي حصل اللي حصلت في الخناقة اللي كان معمول عشان حسن شاكوش ولا ضده يعني كان في وجهة نظر حضرتك إنه ما يتعملش أو النقابة غلطت إنها عملت مؤتمر زي دا هو بص هي باختصار شديد قوي علشان فيه لغة في القصة يعني آآ هو كان المفترض إنه يكون آآ قبل ما يحصل على الكرنية علشان آآ هو في في فيديو معين أو في فترة معينة أساءل أساءل ناس كتير قوي آآ من 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 إخواتنا الموسقيين يعني لفئة معينة أو فئة الطبالين بصفة خاصة يعني آآ فكان واجب إنه هو يقدم اعتذار رسمي بشكل رسمي للناس يعني وكان الأستاذ هاني رافض تماماً للقصة دي تماماً يعني فحب إنه هو يعني يلم الموضوع فيعتذر بشكل عام يعتذر بشكل عام ولكن الغلطة إنه المفروض كان يحصل على الكرنية بعد تقديم الاعتذار فطبعاً لما خاد الكرنية آآ وده كان في عدم علمنا أو علم ناس كتير قوي من المجلس فطبعاً دي كانت نقطة صعبة جداً جداً إنها حد يستوعبها أو بمعنى أصح يتم قبولها يتم قبولها صحيح يعني أنا واحد من الناس كنت موجود أصلاً يوم اللي حصل فيه حسن شكوش على الكرنية أو على التصريح هو اسمه تصريح سنوي يعني ومعرفتش أصلاً إنه جيه ولا خدي الكرنية ولا أي حاجة أنا بفتح سوش الميديا لقيته مسك الكرنية كده فطبعاً موضوع كان صعب جداً عملت بقى فيديو وقلت لا لأنك موجود في نفس المكان ولا تعلم والت موجود في النقابة وفي نفس اليوم في نفس الساعة ولا تعلم إنه جيه ولا أعلم إنه جيه ولا أعلم إنه خدي الكرنية وكأنه في شيء من التخبية علشان ما يطلعش الخبر فطبعاً ده كان عليه علامات استفهام كتير قوي فأنا بصراحة الموضوع استفزني جداً وطلعت وعملت فيديو وقلت ده كذا لو الحقيقة كان فيديو في منطقة الاحترامية حركة لما تتجاوز قبل أنا ما بتجاوزي عموماً أنا لما بجأتكلم بتكلم بشكل يعني أنا عارف بقول إيه والمفروض إن أنا يعني كانوا عايزيني أحضر المؤتمر وأنا رفضت إن أنا أحضر المؤتمر لإني قلت لهم حاجة واحدة أنا قلت لو هاجي أحضر المؤتمر فلازم هقولي اللي أنا قلت في الفيديو إن أنا ما حصلش كذا وما حصلش كذا وما حصلش كذا هتكلم ولا هاجعوا ده وسقف بس أصلي مش عافق فقررت إن أنا ما راشي خايفوا يحصل مشكلة وحصلت مشكلة أكبر وحصلت مشكلة طميمة اللي شوفنا بسيطة بسيطة بسيطة